الناس فضيها لكن واضح أن عبد الفتاح السيسي هو اللي فضيه من جهاز المخابرات العامة حركة تغييرات جديدة بيقوم بها السيسي مش الأولى ولم تكون الأخيرة داخل جهاز المخابرات العامة المصرية سيسي بيطيح بأكثر من 17 من قيادات الجهاز ما بين النقل الوظائف مدنية بعيدة في وزارات الزراعة والكهرباء وما بين الإحالة للتقاعد ليه السيسي بيعمل كده؟ مين المسؤولين اللي طالتهم التغييرات؟ التقارير الصحفية اللي اتكلمت عن هذه التغييرات اتكلمت عن ملفات بعينها أو مسؤولين في المخابرات العامة بيديروا ملفات بعينها أبرزها ملف ليبيا فلسطين العلاقات المصرية الأمريكية ملف القرن الأفريقي اللي بيتولى الإشراف على أزمة سد النهضة الإثيوبي بالإضافة إلى مسؤولين عن ملفات داخلية بينها الإعلام طبعا وأمور أخرى واضح كده أن السيد عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة والسيد عبد الفتاح السيسي رأس السلطة في مصر والسيد محمود السيسي نجل رأس السلطة في مصر ونائب عباس كامل واضح نعندهم مشكلة مع جهاز المخابرات العامة اللي قاموا بهيكلته على مدار سنين الحقيقة الجهاز ده من أكثر الأجهزة اللي تم تغيير رؤوسها لحد دلوقتي اللي مسكوا هو مدير مكتب السيسي اللي هو عباس كامل درعي اليمين اللي عم فتاح السيسي من زمان جدا من أيام مبارك للدرجة اللي خلت السيسي جيب ابنه محمود يحطه مع عباس كامل عشان يسيطروا على جهاز المخابرات العامة لكن واضح أن التغييرات لها هدف تاني بالبحث والتطقيق اكتشفنا أن الهدف اللي بيعمله السيسي من التنقلات والتغييرات جهاز المخابرات العامة هو لتغيير الشريحة العمرية يعني هي تغيير الشريحة العمرية يعني السيسي عنده مشكلة مع قيارات المخابرات العامة اللي من جيل معين هذا الجيل بيحمل ولاء لقيادة بعينها في المخابرات العامة قيادة راحلة اسمها اللواء عمر سليمان الجيل ده من قيارات المخابرات العامة هما يعتبروا جيل أقدم من السيسي وأعلى من السيسي بل السيسي المفروض أنه تلميذ قدامهم التغييرات اللي حصلت فيه جهاز المخابرات العامة كلها بتقول ان عبد الفتاح السيسي بينظف الجهاز من رجالة عمر سليمان بيحاول انه يطلع جيل جديد هو جيل محمود السيسي ورفاقه بالاضافة لوجود حد كبير معهم من جيل عبد الفتاح السيسي نفسه اللي هو عباس كامل عشان يسيطر على جهاز مخابرات طالما مثل صداعا شديدا في رأس عبد الفتاح السيسي وزي ما كلنا عارفين الراجل جاي من المخابرات الحربية انا مش جاي النهاردة اقول لك اصل فيه صراع اجهزة واصل المخابرات العامة شغالة ضد السيسي واصل فيه مش عارف ايه ومين هينشق مش جاي اقول لك كلام ده عمري ما قلته عمري ما اشتغلت الشغل ده لكن انا جاي اقول لحضرتك ان فيه شواهد ان الراجل ده بيعمل تغييرات داخل الجهاز ده تحديدا بالشكل المتسارع ده بتغييرات متتالية بلغت يمكن سبع او تمن تغييرات في كام سنة لانه فيه ازمة جوه الجهاز ده متعلقة بجيل اللي هو جيل عمر سليمان وجيل جديد عبد الفتاح السيسي عايز يطلعه مين اللي كشف الموضوع مين اللي تكلم عنه صحيفة العرب الجديد يمكن الصورة تظهر قدام حضراتكو على الشاشة اتكلمت عن تغييرات في المخابرات طال مسؤولين عن ملفات خارجية اتكلم العرب الجديد عن مجموعة من الملفات الرئيسية اللي تم تغيير الزباط المخابرات العامة او القيادات اللي فيها وهنجي بالتفصيل بعد شوية نتكلم على هذه الملفات 17 قيادة من المخابرات العامة دفعة واحدة هو رقم ليس بالقليل طيب تعالوا نرجع مع بعض كده ونشوف مين رؤساء جهاز المخابرات العامة من ايام ثورة يناير ليه من ايام ثورة يناير اللي هم اعقبوا اللي هو عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة السابق نبدأ واحد واحد كده ونشوف من ثورة يناير كان مين رئيس مخابرات العامة في الوقت ده كان اللي هو مراد موافي من يناير 2011 بعد عمر سليمان تحديدا لاغسطس 2012 وده كان خلال فترة حكم المجلس العسكري وشهرين من حكم الرئيس محمد مرسي جي بعد مراد موافي كلنا فاكرينه اللي هو محمد رأفة شحاتة من أغسطس 2012 ليوليو 2013 والرجل ده كان فترة رئيس محمد مرسي وكانت الناس بتقول ان الرجل ده إخوان كانوا بتكلموا لمحمد رأفة شحاتة ده يعني لي ولا للرئيس محمد مرس طبعا معلومة ما قدرش أكدها أوا فيها لكن مما قيل عن اللواء محمد رأفة شحاتة اللي اختفى تماما بعد الإطاحة به في يوليو 2013 أو بعد نقله أو عزله أو أيا كان ان الرجل ده كان موالي الرئيس محمد مرسي والنسيسي ما كانش بيحبه كلام قيل عن الراجل لكن مش مؤكد بعد يوليو 2013 جلنا اللواء محمد فريد التهامي وتولى رئاسة المخابرات العامة من يوليو 2013 لديسمبر 2014 والتاريخ ده كان يعني تاريخ بالنسبة لي شخصي شوية لأننا فاكر كويس الرجل ده تمت إقالته بعد أول حلقة في تسريبات مكتب السيسي كانت أربعة اتناشر 2014 فقنات مكملين كنا في اسطنبول أيامها وبعدها بأيام تم إقالة اللواء محمد فريد التهامي وناس كتيرة جدا ربطتها بأن التسريبات وفيه تحيئات وإيه اللي حصلوا الكلام ده كله لكن كان الحدث الوحيد اللي لي علاقة بإقالة الرجل ده أيامها كان تسريبات مكتب السيسي اللي أدعيتها قنات مكملين وكان لي الشرف أكون موجود في الوقت ده كان طبعا ده خلال فترة عدلي منصور أو السيسي يعني عدل منصور كان ديكور بعد كده جلنا من ديسمبر 2014 لي يناير 2018 اللواء خالد فوزي هو رجل قوي جدا وقعد فترة طويلة قعد حوالي أربع سنين أو ثلاث سنين موجود على رأس جهاز المخابرات العامة خلال فترة عدل فتاح السيسي حتى جاءكم مدير مكتب السيسي المخابرات كلها والتسريبات كلها الراجل اللي لا يمكن أحد أفضل منه يكون في رأس جهاز المخابرات العامة وهو اللواء عباس كامل اللي يعتبر الدراع اليمين لعب فتاح السيسي في كل حاجة تقريبا من الأول خالص من أيام ما كانوا في المخابرات الحربية مرورا بالثورة ولازال عباس كامل هو رأس جهاز المخابرات العامة حتى الآن. طيب يبا دي الخريطة دي الصورة بتاعة مديري أو رؤساء جهاز المخابرات العامة المصرية لمناسبة الولاءات اللي التقرير كان بيتكلم عنها في صورة شهيرة جدا كانت انتشرت ليه اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة أهي دي الصورة. شوف كده الكادر هو بينزل لتحت للزعامة عنوان مراد موافي مع مين؟ نقفنا شوية مع اللواء عمر سليمان ده اللي بنتكلم عنه الحقيقة وده اللي لفت انتباهنا في الأسماء اللي بيتم إقالتها والإطاحة بيها فيه جيل بينتمي لعمر سليمان ثعلة بالمخابرات العامة في عهد مبارك وهذا الجيل لا يروق لعبد الفتاح السيسي كثيرا في الحقيقة فيعني بيحاول على مدار السنين اللي فاتت انه هو يطيح بيه. لكن فيه تحليل آخر بيقولك لا يا سيدي. القصة ملهاش علاقة أوي بالأجيال ده لها علاقة بالإخفاق لها علاقة المخابرات العامة مش شايفة شغلها كويس. الراجل محتاج منهم شغل معين. محتاج منهم ملفات معينة لكن المخابرات العامة مش عارفة تعمل الموضوع ده. لكن فيه حد تاني بيقولك لا هما الاتنين مع بعض هو بيحاول يطيح بجيل كامل بينتمل عمر سليمان وفي نفس الوقت مش عاجبه الملفات اللي بيشرفه عليها أو اللي مسكه المخابرات العامة. فبيحاول انه يعمل تجديد. لعله عسى محمود ابنه يقدر انه هو ينجح في هذه الملفات. ايه هي ابرز الملفات اللي السيسي شايف انه فيه اخفاق كبير للمخابرات العامة في ادارتها. اول ملف هو ارتباك في ادارة ملف ليبيا. حتى الان الصورة في ليبيا مش واضحة. ما بين بشاغة وما بين الحكومة الاخرى في العاصمة. هندعم مين هنوقف مع مين الراجل حبيب السيسي ده خليفة حفتر اللي كانوا بيقولوا عليه الجيش الوطني الليبي المخابرات العامة مش مريحة السيسي اوه في الملف ده الملفات اللي حتى تقرير العرب الجديد اتكلم عنها ارتباك في ادارة ملف ليبيا. الامر الاخر تراجع التأثير في السودان طبعا العلاقة مع فتاح البرهان وحمدتي مع العسكر هناك علاقة ممتدة بحكم البعد الاستراتيجي البعد الجيو السياسي للسودان. السودان هي الجارة الجنوبية ملف سد النهضة وجود عدم من الاخوال المسلمين حتى موجودين في السودان. فكرة ان حكم مدني حتى ولم لم يكن اسلامي. وخطر ده على النظام المصري وبالتالي فيه يعني خصوصية كده للتعامل مع الحالة السودانية بعد الحراك السوداني متعلقة بالعلاقة مع الجيش السوداني تحديدا. ولكن اللافت للنظر ان الاشهر الماضية فيه تراجع فيه تأثير مصر فيه الملف السوداني. ايه كمان من الملفات اللي اخفقت فيها المخابرات العامة المصرية في الفترة اللي فاتت. تظاهر ملف العلاقات مع الفصائل الفلسطينية. اتوقع انه اللي حصل في زيارة الوفد الفلسطيني. الاسبوع اللي فات وتضليل اسرائيل للجانب المصري. وقصف غزة اثناء وجود الوفد الفلسطيني ربما يزيد من تدهور ملف العلاقات. ممكن راح تقول لي انت بتكلم ازاي. ده النظام لسه عامل وقف اطلاق نار. ده موضوعنا بعد شوية في القضية. هنتكلم عنه فعلا وهنعنب بالتفاصيل. هل في اخفاق في الملف الفلسطيني ولا في نجاح مصري. لكن التقرير الصحفي اللي احنا بنقشه النهاردة بيقول المخابرات العامة في تدهور في ملف العلاقات مع الفصائل الفلسطينية. ملف اخر لم تنجح فيه المخابرات العامة المصرية بقيادة عباس كامل. بالتأكيد ده يعتبر هو ابرز ملف. تفاقم ازمة سد النهضة. مش عارفين نعمل حاجة. خلاص وزير الرأي الاثيوبي الاسبوع اللي فات. انا كنت باستعرض معاكم البيان بتاعه اللي بعته اللي سامح شكري. الرجل كان هو واقف فحرة شعبية وبيلطش في مصر يعني. فده ما يصحش. ده مش مقبول. ده امر لا دبلوماسيا يليق ولا سياسيا يليق ولا اي حاجة. على مستوى سد النهضة نفسه خلاص. احنا رحنا في ستين دهية. عندنا فقر مائي حقيقي. كل التقارير بتتكلم عنه. مين المسؤول عن الموضوع ده. المفترض انها المخابرات العامة المصرية. وبالتالي فيه تفاقم في ازمة سد النهضة. ملف اخر يعتبر ملف حساس جدا لعب فتاح السيسي. وكان يعول على عباس كامل وعلى محمود السيسي فيه. وهو عدم الانجاز في العلاقات المصرية الامريكية. هتقول لي عمه بايدن قابل السيسي في جدة. دي مقابلة كده تحصيل حاصل. يعني او تقضية واجب. عارف انت لما تروح عزة وفيه واحد مش طيقه هناك في العزة. بس انت لازم تروح مثلا بحكم وظيفتك. بحكم اي حاجة. فانت وانت بتعزي لهو واقف في الطبور بتاع العزة. هتسلم عليه. هو مش هينفع. وانت في العزة تسلم على كل الناس. وتقوم جاي ده سايب وماشي. ما يصحش. انت جاي تعزي. او لا جاي تهزر. فاللي حصل في جدة كده بالزبط. هو الراجل رايح. فقالوله عفتاح السيسي موجود. طب نعب معاه ونتقابل معاه. فعدم الانجاز في العلاقات المصرية الامريكية. مصر كانت تؤمل اكثر من ذلك في علاقتها مع بايدن. ولكن المخابرات العامة المصرية لم تنجز انجاز حقيقي في هذا الملف. فيه تراجع في ملف القرن الافريقي. العمق المصري. وده بالتأكيد داخل فيه ازمة سد النهضة. لكن ربما من اكثر الملفات اللي لم تنجح حتى الان فيها المخابرات العامة المصرية. هو ملف داخلي متعلق بالازمة الاقتصادية الشديدة. اشكاليات داخلية على رأسها الازمة الاقتصادية. ده ايضا من الملفات التي لم تنجح فيها المخابرات العامة. النقطة التانية كمان داخليا هي قصة الاعلام. فيه تباين في المعالجات الاعلامية لقضايا كتير جدا. على الرغم من ان المخابرات العامة المفترض ان هي اللي بتدير الملف الاعلامي شركة المتحدة. هي اللي بتدير الملف الاعلامي. احمد شعبان وعباس كامل بتعليماتهم كل حاجة بتمشي. لكن واضح ان فيه حاجة مش مزبوطة بانت قوي في ايه؟ في التململ السعودي في ازمة تركي الشيخ وامال ماهر. انقسام الاعلام في الوقت ده ما بين اعلام بيدعمها واعلام تاني كان بيهاجم تركي الشيخ او يعني بيهاجم امال ماهر. فده ملف المخابرات العامة. فيه حاجة بتحصل جوه الجهاز. ايه مؤشراتها ايه دلاتها؟ حاولنا ان احنا نقدم لحضراتكم التحليل. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ الله اعلم الايام القادمة هتكشف هل سيطر عفتاح السيسي على جهاز المخابرات العامة ام لا.